يعني خليني أدخل في الكتب وقولك مثلا أنه في الهيئة العامة لأصول الثقافة من أربع سنوات شفنا أنه ممكن ماذا نقدم لهذا القارئ فقدمنا سلسلة اسمها الهوية بدأنا بكتاب فجر الضمير جيمس هينر بريستيد مرورا بمجموعة من الكتب التي تحدثت عن الهوية المصرية هذه القضية التي أثرت في النصف الأول من القرن العشرين وكان نتاجها كتاب تكوين مصر لمحمد شفيق غربال وكتاب في أصول المسألة المصرية لصبح وحيدة ومجموعة من الكتب الأخرى التي كانت ناتج النقاش حول من نحن ويمكن دا تكلم في حتى توفيق الحكيم وكانت ثورة التسعة عشر لها دور كبير جدا لطرح هذا السؤال ونسوفنا أنه في أمام هذا التراجع في القراءة أو في الإحساس بالهوية المصرية على المستوى الثقافي فقلنا نقدم هذه المجموعة من الكتب والحقيقة كانت مغامرة يعني أنا كنت شايف أنها مغامرة يعني ممكن تبقى غير محمودة العواقب وقدمنا حداشر كتاب أظن يمكن 2019 أو 2020 يعني احنا بنقدم المرادل للسنة الرابعة نفدت هذه الكتب عن آخرها في أثناء معرض الكتاب وكانت هي الأهم في البيع في المعرض نبدلك إشارة إيه؟ إشارة أنه أنه هناك جمهور يحتاج أو هذا الجيل يحتاج إلى يعني هو عنده قابلية للقراءة بشكل جيد جدا وأنه ليس صحيحا أنه يعني مصطلح السخيف الجمهور عاوز كده ده غير صحيح ده مصطلح حبيب جدا غير صحيح بالمرة وأنه نصل في هذه الدورة يعني في معرض الكتاب نوصلين إلى خمسين كتاب من الهوية من هذه السلسلة خمسين كتاب وأغلب العنوين نفدت من قبل ترجمة نانسي قنقر